موسيقى الرئيس السيسي يؤكد الخصوصية للإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة توجيهات رئاسية بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل والتقديم حوافز مالية إضافية للفلاحين زلنسكي يتعجل المساعدات الأوروبية لأوكرانيا ويطالب الغربة بمزيد من العقوبات على روسيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة رابع بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخصوصية للإستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وجه الرئيس السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم فضلا عن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل لسيد رئيس تحيات شقيقه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيد ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه طالب السيد رئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العهل السعودي وسموه ولي العهد مؤكداً سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون السنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح كما عرض الوزير السيد السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الانتاج الزراعي مع تكسيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد كما تم استعراض التقاة الانتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما تعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة إسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غداً اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنصق العامل الحوار الوطني دياء رشوان إنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك اللجنة الفرعية الخمس عشر المنبثقة عنها ومن المقرر أيضاً إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد الموعد المقررة لها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سعي الدولة تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة للأهالي بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة حيث أشار الوزير إلى جهود تطوير شبكة الإنترنت من خلال مشروعي سهم وحياة كريمة سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الإطار موضحاً أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف أو الألياف الضوئية وزيادة عدد المنازل المربوطة من 180 ألف منزل مشترك حالياً إلى 7 ملايين وخمسمائة منزل خلال خمس سنوات فضلاً عن مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من ثلاثة ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين وخلال متابعته جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس الماضي جدد مدبولي الإشادة بجهود اللجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من جانبها أوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الشهر الماضي لنحو 540 حالة كما تم إصدار 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فضلا عن إجراء 109 عمليات جراحية وإصدار 24 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديميات والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022-2023 وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات منخفضة للحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكليات الجوية للعام الدراسي 2022-2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون بنسبة 55% بدلا من 60% أسوة بما تم في الشعبة الأدبية استقبل وزير الداخلية محمود طوفيق نذيره بدولة النيجر حماد أدم سولي والوفد المرافق له استعرض الجانبان أوجهاء التعاون بين وزارتين الداخلية في البلدين بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب وزير الداخلية عن حرس الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النيجر في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين من جهته أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقديمية والدولية واصلت وزارة الداخلية جهودها المتميزة على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام وحققت نتائج ونجاحات كبيرة في مكافحة شط صور الجريمة للمزيد نتابع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شط صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط ألفين واثنين وثلاثين عنصرا إجراميا ومصرع ثمانية عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق خمس وعشرين مديرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم تسعمائة وسبع وثمانين قطع السلاح ناري أبرزها جرينوف ومائة وخمس وخمسون بندقية أليا ومائة وتسع وعشرون بندقية خرطوش وثلاثة وثلاثون مسدسا وستمائة وتسعة وستون فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط سلاثمائة وخمسة متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر أربعة ألاف وخمسمائة وثمان وتسعين قطع السلاح ناري بحوزة ثلاثة ألاف وثمانمائة وتسعة وستين متهما أبرزها إثنان جيرنوف ورشاشان وثمان بنادق وثلاثمائة وتسع وثمانون بندقية ألية ومائتان وتسعة عشر مسدسا وثلاثة ألاف واربعمائة واثنان وثلاثون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وخمسمائة وخمس وثلاثون خزينة إضافة لسبعة ألاف وست وخمسين قطعة سلاح أبيض وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط ستة وعشرين تشكيلا عصابيا ضموا مائة متهما قاموا بارتكاب اثنين وتسعين حادث متنوع كما تم ضبط أربعمائة وثمانية وأربعين متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وتم كشف غموض سلاسمائة وستة وأربعين حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي خمسمائة وتسعة وأربعين متهما كما تم إعادة سلاس سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين وسلاسمائة وواحد وسلسين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين حكما قضائيا من بينها سمانية ألاف وتسعمائة وسبعة حكم جنايا وسبعمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون حكم حبس جزئي ومائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعة عشر حكم مستأنف ومليون ومائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون حكم غرمة و 322 ألفا و 924 حكم مخالفة وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 212 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 172 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 710 قضايا من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و 178 قضية خبز غير مطابق للمواصفة نواصل تقديم نشرة الأخبار في إطار حرص وزارة الداخلية للتسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 فقد تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجمعية لمدة أسبوع حتى الخميس الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر كما تقرر السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم شهادة مؤقتة أو إفادة بالحصول على المؤهل الجامعي وذلك لحين استخراج أصل الشهادة مع مرعاة عدم استماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد أو الهيئة إلا عقب تقديم أصل الشهادة أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع في إقليم هيران وسط الصومال مما أصفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر تضامنها الكاملة مع الصومال الشقيق ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا ودع المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأطراف الليبية إلى التعاون مع بتيلي ودعم مهمته معربا عن الثقة في قيامه بمواصلة الجهود التي تتطلع إليها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتجرى على أساسها الانتخابات الوطنية أكد أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد دامنا عظم التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تمثل دافعا أكبر لتكاتف الجميع وتضافر الجهود وتبدل الخبرات البرلمانية العربية وخلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية والذي يعقده بمقر مجلس النواب أكد منها الدورة المحوري الهام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تحقيق التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية ودعم قدراتها في سبيل ضمان أداء البرلمانات لأدوارها الدستورية والتشريعية خدمة لقضايا الشعوب والمجتمعات العربية مؤكدا أن نجح أي مؤسسة برلمانية في النهود بمسؤوليتها يقتضي وجود جهاز إداري محترف مسؤول عن وضع رسالة لرسالة تلك المؤسسة موضع التنفيذ الهدف من تأسيس الجمعية أنذاك هو بناء جسور تعاون وتنظيم ما بين المجالس والبرلمانات العربية خدمة لهذه المجالس والبرلمانات العربية هذه الجمعية يعني نوعا ما تتكلم عن موضوع تطوير الأداء في الأمانات العامة تطوير عمل الأمانات العامة كي يرقى إلى طموح البرلمانيين خاصة ونحن نعيش الآن عصر التكنولوجيا والتقدم الشاسع الأمانات العامين هم اللي بيديروا العمل البرلماني سواء من ناحية الإدارية أو من ناحية البرلمانية لتطوير العمل سواء على تبادل الخبرات على المستوى العربي فيما بيننا وتبادل الرؤى للقضايا المشتركة ما بيننا دايما التعاون وتبادل الخبرات بينتج المزيد من التطوير والمزيد من الارتقاء بالعمل وتبادل الخبرات بين الفرلمانيات العربية فيما بينها البعض طبعا هذه أرض الكنانة أرض الحضارات استضافتنا هنا حينك اجتماع جمعية الأمانة العامين وبالتالي الحمد لله بدأ الاجتماع وكانت جميع الوفود يعني مبسوطة على ما دار الحمد لله اليوم وكان افتتاح بسيط وبسط وإن شاء الله في اليوم قد نكمل ما تبقى من جدول الاجتماع حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عشرة بنود للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة وفي بين له أكد الحلبوسي أن جدول أعمال الحوار الوطني يجب أن يتضمن تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصى نهاية العام المقبل كما يتضمن جدول أعمال جلسة الحوار الوطني العراقي انتخاب مجلس الرئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة للصلاحيات متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يأتي ذلك فيما قالت القيارة المركزية الأمريكية إن مشاركة الولايات المتحدة في تمرين الأسد المتأهب يؤكد التزامها تجاه الشركاء بالدفاع عن المنطقة طالب الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي للتحاد الأوروبي بالاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات تألي أوكرانيا كما حث الاتحاد على فرد المزيد من العقوبات على روسيا وخلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفاوضية الأوروبية ورسولة فوندرلاين قال زلناسكي إنه بحث تخصيص الدفعة التالية من مساعدات للتحاد الأوروبي المالية في أسرع وقت ممكن مشددا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات الغربية على روسيا بما يتضمن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وضف زلناسكي أنه نصق مع فوندرلاين الخطوات اللازمة للحد من حصول روسيا على أرباح زائدة عن الحد من بيع النفط والغز قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وضف شميهال أن الدعم الأوروبي سيساعد في ضمان استقرار لاقتصاد الأوكراني ودعم العمليات العسكرية في مواجهة روسيا كما توقع رئيس الوزراء في بيان أن تزود الألمانيا كييف بأنظمة للدفع الجوي متطورة في الخريف المقبل أعلنت أوكرانيا إرسال أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق لإعادة تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية وذلك بعدما غادرت 13 سفين موانيها وعلى متنها 282 ألفا وخمسمائة طن من المنتجات الزراعية للأسواق العالمية وجار تحميل الشحنة التي تتجه إلى ثماني دول في موانئ أدسا واتشورنو مورسكو وبيدفيني على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعتها الجوية أحبطت حجوما أوكرانيا بثماني مسيارات على محطة زبوريجيا النووية وأوضح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية للمدينة أن القصف الأوكراني أدى إلى تفعيل الحماية في حالة الطوارئ بالمحطة النووية ويجرى الآن قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة الطاقة النووية باستمرار عقوبات اقتصادية أزمة طاقة نقص إمدادات الغذاء أزمات متلحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية التي تقع بين فكايد الروسي والتكتل الأوروبي وحلفائه هنا في محطة زبوريجيا النووية كانت الشهدة أزمة خطيرة تمثلت في أعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة فصلت عن أخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط فبعد أقل من 48 ساعة من تواجد بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا تم الإعلان بأن رابع خط كهربائي تشغلي بقدرة 750 كيلو فولت في محطة زبوريجيا للطاقة النووية قطعة بعد أن فقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سبق خلال المواجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مفاعلا واحدا لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلام في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة وتزيد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضم محطة زبوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وسيطرت روسيا على المحطة خلال الأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في حين تتهم كييف موسكو باستغلال المنشأة لحميات قواتها وهو اتهام تنفيه موسكو وترفض في الوقت نفسه الدعوات لسحب قواتها شاركت القوات البريطانية في تدريبات فيجيلانت نايف العسكرية مع القوات المسلحة السودية والفنلندية وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن التدريبات وفرت تعزيزا للقابلية العملياتية البنيتية مضيفا أنها أجرت مركزا للقيادة في أكثر من مكان في شمالي فنندا خلال الفترة من 29 من أغسطس الماضي وحتى الثاني من سبتمبر الجاري موسيقى اكد رئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة أسعار الوقود انخفاضها في الولايات المتحدة منذ بداية الصيف وأشار إلى انخفاض سعر الوقود في البلاد بأكثر من دولار وعشرين سنت للجالون وذلك خلال 82 يوما الماضية قالت المتحدثة باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة مضيفا أنه لا تراجع عن شروط روسيا لحل الأزمة يأتي ذلك في الوقت الذي حمل فيه بيسكوف أساسة الأوروبيين مسؤولية توقف خط أنبيب الغاز نوردستريم واحد لفرضهم عقوبات على بلاده وأوضح بيسكوف أن العقوبات الأوروبية عاقت أعملية لإجراء الصيانة الدورية لنوردستريم واحد لافتا إلى أن العقود المبرمة بين روسيا والدول الأوروبية تلزم الأوروبيين بصيانة المعدات المستخدمة في خط نقل الغاز وفقت الحكومة الألمانية على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر وسط ارتفاع لفوتير الطاقة وأعلن المستشار الألماني ألاف شالتس أن الحزمة تشمل دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فوتير الطاقة المرتفعة وستشمل حزمة المساعدات أيضا الطلاب بدفعة قدرها 200 يورو لمرة واحدة كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان وأوضح شالتس خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حققتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق من أجل تخفيف الأعباء المالية على الأسرة ألمانيا موحدة في وقت عصيب سنكتاز هذا الوقت العصيب كدولة لقد اتخذنا جميع القرارات للتأكد من أن إمدادات الطاقة لدينا آمنة على الرغم من أننا نواجه تحديا بسبب ما تفعله روسيا ونحن اتخذنا جميع القرارات الضرورية للتأكد من أننا متحدون ولن يترك أي مواطن بمفرده إنني مدرك تماما أن العديد من المواطنون قلقون للغاية بشأن مستقبلهم وقلقون للغاية بشأن ارتفاع أسعار القهرباء والغاز وزيادة تكليف المعيشة وكل ما يرتبط بمصطلح التضخم حزمة الإغافة الثالثة التي وضعناها معنا الآن أكبر حجما من الحزمة الأولى والثانية مجتمعة إنه حجم كبير حزمة الإغافة الثالثة التي وضعناها معنا الآن أكبر حجما من الحزمة الأولى والثانية مجتمعة إنه حجم كبير انتقلنا إليه هناك نحن نتحدث عن 65 مليار يورو إذا أضفناها كلها فإننا نتحدث عن حوالي 95 مليار يورو إذا قمت بتضمين أول حزمتين للإغاثة أفادت وكالة بلومبرغ بموافقة فنندا على خطة طارئة بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سوق الطاقة يأتي ذلك بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عن عدة دول أوروبية من بينها فنندا وبولغاريا والدنمارك وهولندا وبولندا كما خفضت موسكو التدفقات عبر قطوط الغاز إلى دول أخرى توقعت مجموعة سيتي جروب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين في سبتمبر ألجاري وأكتوبر المقبل وحذرت المجموعة من أن عدم اليقين يسود توجهات الفائدة ما بعد 2022 وسط إمكانية تباطئ الاقتصاد الكلي مستقبليا هذا وسجل التدخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا عند 9 و 1 من 10 في المئة في أغسطس على أساس سنوية نشرة سادسة متواصلة وتتابعون فيها الجيش الطيواني يبدأ غدا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية تستمر حتى نهاية الأسبوع نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من المناورات العسكرية المشتركة الواسعة فوسطاك 20-22 وتشمل المناورات العسكرية مشاركة لأكثر من 50 ألف جندي وأكثر من 5000 وحدة أسلحة بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات مستمرة حتى السابع من الشهر الجاري في سبعة ميادين رماية في شرق روسيا وبحر اليابان تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في بحر البلتيق مع كل من فنلندا والسويد وتشمل التدريبات مشاركة السفينة الحربية الهجومية التابعة للأسطول الأمريكي وذلك بهدف تعزيز السلامة والأمن في منطقة بحر البلتيق ذكرت صحيفة فوكس تايوان المحلية أن الجيش التايواني من المقرر أن يجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية جنوبي البلاد أعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تايواني قوله أن التدريبات تختبر القدرات القتالية لمختلف وحدات تايبي بما في ذلك طائرات الهوليكوبتر القتالية والعربات المدرعة حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال اقتراب إعصار هنا منور القوي من جزيرة كيوشو الرئاسية ومن موجات عالية وهبات رياح قوية وانهيارات أرضية وشددت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على ضرورة أن يتوخى المواطنون شرق البلاد وغرب البلاد الحظر وأصدرت السلطات أوامر إجلال أكثر من 109 ألاف شخص من سكان إشياجاكي ومياكو ومناطق أخرى في أوكيناوا حيث تجاوزت سرعة الرياح 72 كيلو مترا في الساعة وبلغت شدة هطول الأمطار 64 ملي مترا في الساعة في بعض المناطق بالمقاطعة وجه الرئيس الكوري الجنوبي الحكومة للقيام باستجابة أقوى وأكثر سرعة مع اقتراب إعصار هنا منور من البلاد وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى سواحل جزيرة جيجو هذا الأسبوع وصنفت هيئة الأرصاد في كوريا الجنوبية الإعصار باعتباره فائق القوة ويتحرك بسرعة لرياح قصوى تبلغ سرعتها 54 مترا في الثانية اكتاحت حرائق والغابات المدفوعة بفعل الرياح أحد الأحياء في ريف شمال كاليفورنيا ودمرت الحرائق نحو مائة منزل ومباني أخرى واضطر الألاف لطرق منازلهم وقال المتحدث باسم دائرة إطفاء كاليفورنيا ريك كارهارت إن الحريقة تم احتوائه بنسبة 20% وصفا الوضع بأنه صعب للغاية قامت مؤسسة حياة كريمة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة البريطانية بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع والنهوض بانخراط الجامعة في مجال الخدمة المجتمعية وتضمن البروتوكول تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية مثل تنظيم وإطلاق القوافل الطبية في تخصصات طب الأسنان والتمريد والصيدلة والصحة النفسية والصحة العامة بالقرى التابعة للمبادرة وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عدد من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقا للتنسيق بينها وبين المؤسسة فضلا عن تقديم الاستشارات والندوات وبرش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة والقيام بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها المؤسسة وكذلك تتشين أكبر ماراثون جامعي يستهدف آلاف الطلاب والمقرر عقده أكتوبر المقبل في دلوقتي عشرين عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعة شغالين فقط أنهم يعملوا مشاريع إذا كانت خدمة مجتمع إذا كانت أنشطة طلابية إذا كان تعليم وتعلم إذا كانت أبحاث كلها تبقى متوأمة مع هداف المبادرة بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة إحنا بنتعاون مع المجتمع المحيط من خلال القوافل الطبية من خلال تعليم الطلبة أهم حاجة المواطنة دي أهم حاجة عندنا الجامعة البريطانية في مجال المواطنة ده اشتغلت بقى لها فترة طويلة في أنها بتطلع مع القوافل الطبية بتاعت رئيس الوزراء بتطلع عندنا كلين طب الأسنان بتساعد في معالجة الناس مجانا عندنا كلية القانون بتعمل عيادات قانونية مجانا في الحقيقة إحنا أصلا نزلنا وبدأنا الشغل على الأرض قبل توقيع البروتوكول نزلنا في عدة مبادرات منها مبادرة أنت الحياة اللي تمت بمحافظة الفيوم طبعا كان فيه للجامعة البريطانية دور كبير جدا ومساهمة على الأرض معنا في الكرة الأكثر احتياجا منها القوافل الطبية طبعا بالإضافة إلى القوافل الدعم النفسي للمدرسين إزاي يتعاملوا مع الطلبة ده برضو كنشك كنا شغالين فيه وده كترة الأسنان ده برضو كنشك إحنا كنا برضو بنتعاون فيه مع الجامعة البريطانية التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال وفد برنامج خطة عمل المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي للأعمار والتنمية وأكد محافظ القاهرة خلال الاكتماع على حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة المدن الخضراء وذلك في إطار اهتمام الدولة بمشاكل تغير المناخ واستضافة مصر للحدث العالمي الكبير وهو كوب 27 والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم نتحول إلى الجولة الاقتصادية نتحول إلى الزميلة رغضة أبو ليلا أهلا بك شكرا لكم أميلا العقدة ويسر عبدالسفط إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السوية وليد جمال الدين بوفد من مجلس الأعمال المصري الدنماركية أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لديها تعاون مع شركة ميرسك الدنماركية بميناء شرق بورسعيد كذلك مشروع إنتاج الوقود الأخضر موضحا جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصب إليه هذا التعاون عقد وزير البترول وفروة المعدنية طارق الملة اجتمعا في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذي يتم استرداده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية وأكد وزير البترول على استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل والتي تراقض عن كثب كافة تطورات الأزمة والتحديات مشيرا إلى أن تكثف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج وتطبيق منظومة التحول الرقمي بالإضافة إلى مشروعات الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسع مع نظيره الأردني يوسف الشمالي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشاركة بين البلدين وذلك على المسويين أتنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة قالت وزارة التجارة والصناعة إن اللقاء أكد على أهمية تعزيز العمل المشارك لتدليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين مشيرة إلى أن مصر والأردن تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المسويين أتنائي ومتعدد الأطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق كذا الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرية يشهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية هو اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة مشاركة دولية رفعة المستوى من قبل المؤثرين بالعمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسؤولي الأمم المتحدة يعقد المنتدى في السبع من سبتمبر الحالي تحت رعاية الرئيس السيسي يهدف لوضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر وتمويل المبتكر والمختلط لا سيما وأن المنتدى ينعقد قبل ستين يوم فقط من مؤتمر المناخ كابفاني سافين المقرر انعقده بمدينة شرم الشيخ هذا ويشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على قارة إسرقيا أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمناء العين السخنة بدأت تشغيل التجريبي لمعامل الهيئة أكد رئيس الهيئة عصام نجار حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار مختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطبقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان مشددا على ضرورة قيام جميع العاملين ببدل مزيد من الجهد من أجل إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة وربحها رأس المال السوقية أربعة وأربعة من عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وأربعة وثمانين ومئة وخمسة وتسعين من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 6 من 10% ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وستين وتسعين نقطة كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.7% يغلق عند مستوى مائتين أو ألفين ومائة وثمانين وثمانين نقطة صعيد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وثمانين وثلاثين نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولر الأمريكي تسعة عشر وستة عشر من مائة بالمائة للشراء وتسعة عشر وسبع وعشر من مائة جنيها للبيع اليورو وصل إلى تسعة عشر وسبع مائة وثمانين 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 وقامين وثمانين 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 والتطوير في شركة ألمانية التي تعد رابعة أكبر مورد للسيارات بألمانيا وذلك بهدف دعم وتطوير التقنيات المبتكرة للمركبات الخالية من الانبعاثات وتعزيز أهداف قطاع النقل بأوروبا وتسريع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وإزالة الكربون من حركة المرور نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى أمياء ياسر إليكم شكرا لك رغدا عبر قرابة الألف مهاجر القناة الإنجليزي بحر ألمانش إلى المملكة المتحدة بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع البريطانية وقالت الوزارة إنها رصدت عشرين سفينة تقل تسعمائة وستين مهاجرا يعتبر أو تعبر القناة وإضافة إلى أكثر من ستة وعشرين ألفا عبر القنال في القوارب الصغيرة حتى الآن هذا العام ومر أكثر من أربعة أشهر منذ أن كشفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل النقابة عن خطط لإرسال المهاجرين إلى رواندا كمحاولة لردع اللاجئين عن العبور للقنال تنتهي نشرة السادسة وعليكم أهم ما جاء فيها الرئيس سيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة توجهات رأسية بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حافظ مالية إضافية للفلاحين زلناسكي يتعجل المساعدات الأوروبية لأوكرانيا ويطالب مزيد من العقوبات على روسيا انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد